نعم كنت موجود في روسيا وكانت لحظة يعني من اللحظات التي لا أنساها يعني لحظة صعبة أنك انت رايح البلد اللي يعني كنت أحلم أنه أكون في الاتحاد السوفيتي وأدرس في الاتحاد السوفيتي وأعيش في الاتحاد السوفيتي لأنه كنت قارئ نهم للأدب الروسي وللثقافة الروسية وكنت حريص على طبعا قارئ يعني ما ترجم منه يعني إلى اللغة العربية وكنت حتى حريص على أني أقتني بعض المجلات اللي كانت بيتصدر في الاتحاد السوفيتي باللغة العربية وكانت بتيجي إلى مصر وكنت مثلا العدد من المجلة بعض أرام من الجلدة للجلدة مثلا وأعيد قراءته وأشوف الصور وتخيل نفسي في الأماكن دي وأنا يمكن لسه في المرحلة الإعدادية أو الثانوية لأنه حتى لما جات لي المنحة كانت منحة كان عندي خيارات أني أروح إما بلغاريا أو ألمانيا الشرقية أو الاتحاد السوفيتي في اخترت الاتحاد السوفيتي لذلك كانت لحظة انهيار الاتحاد السوفيتي أو سقوط الاتحاد السوفيتي لحظة صعبة نفسيا لأنه يعني تخيل أنك أنت كانت عندك أحلام وطموحات في هذا البلد وأنه التجربة التي كنت تقرأ عنها لديك الفرصة أن تعيش هذه التجربة وفجأة تختفي هذه التجربة لكن اللي ساعدني على أنه أتجاوز صدمة انهيار الاتحاد السوفيتي أن الفترة الأولى لما رأيت الواقع بدأت هيئ نفسي لهذه اللحظة فبالتالي كانت لحظة قاسية ولكن يعني استطاعت أن أتجاوزها اشتركوا في القناة